السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مسلسل هندي جديد اسمه مرشد هذا المسلسل معروض على منصة زي فايف ومنصة زي فايف هاليومين قاعد تنتج عمال كثيرة صراحة سواء كانت افلام او مسلسلات مسلسل مرشد من بطولة كي كي منون والمثل ايضا زاكرة حسين هالشخصيتين هم الرئيسيات الموجودة في هالفلم وممكن تكون هي الشخصيتين المعروفات اكثر في مجال السينما الهندية والدراما الهندية انا عشان كي كي منون تابعت هالمسلسل اولا وثانيا كملت المسلسل ايضا عشان كي كي منون بالرغم من المشاكل الانتاجية الكبيرة الموجودة في هذا العمل طبعا الفكرة هي تتكلم عن شخصية واحد من العصابات المافيا الهندية في التسعينات او بداية التسعينات يعتزل العصابة ويعتزل هذه الامور ويعتكف نوعا ما لكن يرجع مرة ثانية بسبب ابنه واحد من عياله يتورط في مشكلة مع مافيا من احدى البغافيات الموجودة في بومبي ويحاول يساعده بطريقة فيرجع مرة ثانية الى شغل العصابات فكرة حلوة واللي ادي هذا الدور دور مرشد الرئيسي هو كي كي منون اللي شفنا العمل قبل فترة سنة تقريبا بومبي مريجان دور شخصية مسلم الشرطي وابناء يعني يسيرون مسؤولين في العصابة كبار نس قصة داود وشي من هالقبيل يعني ماخذين يعني مستلهمين منه فعملوا هذاك العمل وشفت انا دور كي كي منون وشفت انا يأدي دور المسلم بطريقة جميلة جدا واحترافية وفي هذا الفيلم ايضا اداها بطريقة احترافية جميلة جدا يعني تحس انهم شافوا هذاك المسلسل قال خد نرجع مرة ثانية نجيب كي كي منون في عمل مطول اكثر بانه يكون مسؤول على المافيا وطبع القصة هي مش قصة حقيقية مسلسل مرشد وممكن تنوخذ بعض الامور من واقع الحياة اللي حصلت في الهند ممكن لكن هي القصة تأليف ومجرد يعني قصة فبركة القصة حلوة والفكرة جميلة لكن للأسف الانتاج ضعيف والاخراج ايضا ضعيف كان ممكن المخرج لو كان ذكي كان ممكن يستقبل هذا الانتاج اللي عنده هو انتاج ضعيف ما عنده شي كبير والسيناريو موجود عنده سيناريو ما شاء الله وايد اشياء فيها وايد احداث وايد مواقع تصويرية كان ممكن يقلل من مواقع التصويرية وكان ايضا كان ممكن يقلل من اعداد الممثلين المساعدين في هذا الفيلم لان الدمار اللي موجود في هذا العمل هو بسبة الممثلين المساعدين اكثر من مثل المساعدين ضعيفين جدا في الاداء واضح وضوح الشمس ان المنتج لا يريد يدفع فلوس عشان يجيب مثل محترف يجيب لك اي واحد يعني توه بدايته كأنه جاي يتدرب عن طريق هذا المسلسل ويأدي دوره لكن امانة عشان اداء كيكه منهم وايضا اداء زاكر حسين بالذات طبعا كيكه منهم تتابع هذه المسلسلة للنهاية وتقول يا ريت لو كان الانتاج اقوى والاخراج افضل كان ممكن يطلع العمل جميل على العموم اعطيه اثنين ونص من خمسة يستحق اللي يريد يتابع يقدر يتابع لحد النهاية ما عنده اشكالية انا شفتها صراحة طلقة واحدة بس عشان اشوف اداء كيكه منهم الرائع الفنان هالمثل اللي هو نوعا ما في رأيه الشخصي مهضوم حقه في بوليوود شكرا جزيلا على مشاهده وشكرا على خير ان شاء الله في فيديوهات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته